بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أبو إياد التعليمية اليوم نتكلم عن إسلام شخصية مشهورة وعالم من علماء البحار الأفذاذ هو الدكتور جاك كوستو ونتحدث عن كيفية إسلامه وسيروي لنا هو قصته وكيف أسلم ودخل في الإسلام اليوم نتكلم عن دكتور جاك كوستو هو الدكتور وكيف أسلم هو الدكتور في الإسلام والدكتور في باريس فرنس جميلة انا سوف نعرف في هذا الفيديو كيف يجب أن يعزم الإسلام وأن يعزمنا عن صوره يجب أن يعزم الإسلامه وكيف أسلمه قامل أقيمه طمرا علميا ضم أكثر من 5000 عالم في العلوم التطبيقية وفي علوم الأحياء وعلوم البحار وعندما ندى على اسم جاك كوستو قم من بين الصفوف ومشى ببطء نحو المنصة والعيون كلها تنظر إلي بالعجاب والحب فهو أكبر عالم في شؤون البحار وهو صاحب الدراسات والاكتشافات الرائدة في هذا الميدان الحيوي من العلوم We held a scientific conference that brought together more than 5000 scientists in Applied Sciences, Biology and Marine Sciences. When they called after Jack Kostow, he rose up from the rose and slowly walked toward the podium and all eyes logged on with admiration and love because he is the largest scholar in the affairs of the seas and he is the author of studies and pioneering discoveries in the vital field of science وعندما وقف جاك كوستو على المنصة منصة الخطابة في هذا المؤتمر تمتم بكلمات لم يفهمها إلا العرب والمسلمون أما الناطقون بغير العربية وهم أكثرية تلجم فقد استغربوا من تمتمة جاك كوستو ولم يفهموا منها شيئا ولكنهم ضجوا وارتفعت أصواتهم حينما ترجم كلماته باللغة الفرنسية لقد أطلقها في فضاء هذه الأكاديمية العلمية الرصينة وأعلنها بكل قوة وضوح ونطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومن أن يستعد على المنصة وعندما كان مرحبا ونطق بأن الناس أصحر عن المنصة وأعادة المنصة أكثر تشاهدين ومع المنصة على المنصة ومع المنصة في هذه المنصة بلقد إنها مرحبا ومع المنصة it with full force and clarity. I bear witness that there is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. نعم لقد أسلم جاد كوستو أشهر وأبرز عالي من بحار في القرن العشرين. فما سبب إسلامه؟ نطرق الحديث لكوستو نفسه يحدثنا عن سبب إسلامي. قال كوستو أمام الجمهور الحضر في هذا المؤتمر العلمي. لقد رأيت آيات الله الباهرة في هذه البحار التي درستها لسنوات طويلة من حياتي. ثم وجدت القرآن الكريم قد تحدث عنها وذكرها قبل 14 قرننا من الزمان. نعم. كما يعلمين؟ نعم. نعم جاد كوستو أمبرز إسلام أمبرز إسلام. نعم، جاد كوستو أمبرز إسلام're. نعم، سمع المدير، وال처ين والتقالى بعد، اللعنه وسلم والمشرين ستحدث عن السلم لذلك حسنا قصة خير على المسكة الموجودة في المدينة في المجتمع الفرصة وقد لقد علمت رأي صفات الله في المدينة وقد أدلون العامة لذلك I found the Holy Qur'an had spoken of and mentioned them 14 centuries before. The audience asked him, like what? He said, this is the issue that I saw myself. I saw the Strait of Jabal Talib and the Strait of Bab al-Mendab at the Red Sea, where the first separates Jabal Talib between the Mediterranean and the Atlantic Ocean, and the second separates Bab al-Mendab between the Red Sea, the Arabian Sea, and the Indian Ocean. And the big one is the biggest one. The big one is the biggest one. Like the other one, the other one is the biggest one. But this didn't happen and never happened. I found that there is a third one between them. This one is the biggest one. شوانات المكوهر التي يتفرض بها عن البحرين. وهذا التفرد في كل شيء في الملوحة والكثافة وفي الأسماك وفي درجة الخرارة. it was assumed that the large ocean overwhelms its water on the smaller swan such as scattered vessels but this did not happen and will never happen i have found that there is a third sea separating between them the sea has its characteristics that are unique to others and this uniqueness in everything salinity density fish and temperature but waves and fish never enter this separator one of the fellow sailors from the people of yemen spoke to me and he said to me this matter you mentioned is present in our holy quran in these verses and they recite these verses on me i would have billahi min ash shaytan al-rajim maraj al-bahrayni yal-taqiyan bayna huma barzakhu la yabwiyan surat ar-rahman verses number 19 and 20 it means allah made the tutsis meet and meet between them and ismas so they don't mix together and recite the second verse are papel for the Lord ill-taqiyan shaytan al-rajim shall I pray for Allah from the liиб'res O'amman sir jahal la la'ard karrara wa jahal khilal la'ah an hター wa jahal fila laha na' ra' wa jahal la'ah wasi wa jahal wajah bayna le'ah la'ah حاجزا أعلى هم الله بل أكثرهم لا يعلمون Without that one, it means Allah made this land an occasion and made thing through rivers and between it and between two seas a barrier بل الأمواج والأسماك لا تدخل هذا الفاصل أمدا ويقول جاك كوستو وقد حدثت أحد البحارة الزملاء من أهل اليمن فقال لي أن هذا الأمر الذي ذكرته موجود عندهم في القرآن الكريم وتلع علي هذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان الآيتان 19 و20 من سورة الرحمن وأيضا مذكورا في قولي تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالا أنهارا وجعل لا رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإلهما الله بل أكثرهم لا يعلمون الآية واحد وستون من سورة النامل هذه الآيات الكريم هذه الآيات الكريم أكبر أعطى أن هذه الآيات الكريم محمد look be Ethan dad to Muhammad may God'sology and peace be upon him otherwise Who told Muhammad may God bless and grant him peace that there are barriers between seas and oceans this means that he is a real God and he is the only God the silence and quiet all over the crowd then they stunned إن هذه الفتاة والآيات العلمية تدل دلالة واضحة وصادقة وقعت أن الله عز وجل هو الذي أنزل هذه الآيات وهذا القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأن هناك حواجز وفصواص الأممائية بين البحار والمحيطات كل هذه الآيات وهذه الاكتشافات التي حصلت عليها تدل دلالة واضحة أن الله هو الإله الحق وهو الله الواحد لقد خيم الصمت والسكون على الحضور جميعا وهم في زهول ودهشة مما يسمعون ما جاء الكوس حديثة أو قائلا والأمر الآخر الذي دعاني ودفعني إلى الإسلام هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور الآيات من واحد إلى ستة من سورة التور بالفعل إنها آيات عجيبة وعظيمة البحر المسجور وقفنا أنها حقيقة بالفعل ألا أقول لكم أن هذا القرآن هو من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام ببعض هذه الظاهر العلمية على شاشة التلفاز وشرحا مفصلا وعميقا ثم قال بعد ذلك بعد كل هذه الاكتشافات في مجال البحار واكتشاف أن هذه الاكتشافات العلمية قد تحدث عنها القرآن الكريم منذ ألاف السنين عند ذلك أيقنت أن هذا القرآن هو حق وأن هذا الرسول محمد هو حق وأن هذا الدين الذي جاء بي محمد الدين الإسلامي هو دين حق ومن ثم دخلت في الإسلام جاك كوستو قمت بإمكانه 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 أخرى موتيفتني إلى إسلام is this verse it is agreed verses the burning sea means the sea is burning fire yes actually all the discrete oceans and seas come out from the deeps of fire and we have to grab this phenomenon in the deeps of the oceans and studied it well are all of these discoveries didn't tell you that this Quran is from God not from Muhammad may God bless him and grant him peace then he presented the scientific phenomena on TV and explained them in detail with deeps examination then went on to say for all these discoveries and others in the sciences of the sea and the discovery that the holy Quran spoke about it from thousands of years ago lead me to the syreny that this Quran is true and this messenger Muhammad is true and this messenger is a true prophet from Allah and this religion Islam is a true religion so I got involved in Islam we reach to the aim from this video the aim from this video is not only to show light on the Islam of Islam this sea scientist Jaco Costa but also to direct the thought to how he impressed Islam whether he or other scholars in the field of marine sciences space religions or education of any life sciences it is the study and deep thinking of the verses of God in the universe and the verses of the holy Quran وصلنا إلى الهدف من هذا الفيديو الهدف من هذا الفيديو ليس فقط القائد ضوء على إسلام هذا العالم عالم البحار جاك كوسو وكيفية إسلامه ولكن أيضا توجيه الفكر إلى كيفية دخول هذا العالم في الإسلام سواء هو أو غيره من العلماء في مجال علوم البحار أو الفضاء أو الأديان أو التربية أو أي علم آخر وهذه الكيفية هي الدراسة والتفكير العميق في آيات الله في الكون وآيات القرآن العظيم بعد ذلك نعم 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 كمسلمين سما نعم نعم في آيات الله في الكون وآيات القرآن أن نعمل نحن كمسلمين على تدبر آيات الله في الكون جيداً حولنا وكذلك نتدبر آيات القرآن الكريم وليس فقط قراءته بل نتدبر معاني هذه الآيات جيداً لنزداد إيماناً بالله ونزداد يقيناً وثقة في الله ومن ثم نعبد الله عز وجل حق عبادته فنحيا حياة سعيدة في الدنيا والآخرة إن شاء الله عاننا الله وإياكم على تدبر وفهم معاني القرآن الكريم بصورة جيدة وأن يزيدنا الله إيماناً وتقوى وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها then do they not reflect upon the Quran or are their locks upon their hearts ألا يتدبر هؤلاء الناس القرآن الكريم وآياته جيداً أم أن كلوبهم مغلقة وعليها أقفال فلا يقرؤون وإذا قرأوا لا يتدبرون وإذا تدبروا لا يفهمون this is verse call to the necessity of reflect the verses of the holy Quran and they study them well to understand its meanings or there are locks upon their hearts so they didn't read the holy Quran and if they read they didn't understand its meaning and if they understand they didn't work by the meanings of these verses وفي آية أخرى يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيره الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً أي أفلا ينظر هؤلاء الناس فيها القرآن الكريم وما جاء به من الحق نظر تأمل وتدبر حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده ولو كان هذا الكلام القرآن الكريم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً هذا الشيطان الرجيم لو كان من عند غيره ولو كان من 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 غيره نسق محكمة درسنا اليوم إذا أعجبكم الفيديو أرجاء الأعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء في فيديو جديد شكراً لكم شكراً لكم